اهلا بجمهور حكاية هنالعظيم بتمنى منكم قصة احبابتو مختمرة تكون نالت اعجابكم ويلا بينا على الحلقة التانية وتاني يوم نايمة يلا يا عائش يلا علشان المدرسة حاضر حاضر قمتة هو صباحي الخير على احلى نايمة في الدنيا صباحي النور يا حبيبتي يلا علشان ما تتأخريش حاضر حاضر هاخد شاور واجي وراكي ماشي يلا وعائشة اخدت شاور ولبست هدومها وصلت الضحى وراحت المدرسة وقابلت نور صباحي الخير صباحي النور يا قلبي يلا يا عائش علشان ورانا حاجات كتير اوى النهاردة تمام معاك ممكن طلب يا عائش طبعا اتلو ببراحتك ممكن نتجمعنا وانتي واصحابي وتكلمين عن الدين بصراحة الكلام بتاع مبارح الصرفية وخلاني تقول اليوم بفكر طبعا يا قلبي بس انا ماينفعش النهاردة ممكن تيجوا البيت عندي حاسة اني انتي بتخططي الحاجة ربنا يستر تمام اشت قوي يلا علشان الحسة يلا ودخلوا الفصل ورامز الستة الشيخة جتاهيه ونادر ساكت وما بيردش انت يا ابني منواخد عقلك يا ابني مش بكلمك انت يا عام ايه في ايه بكلمك من الصبح رحت فين سرحت شوية بس كنت بتقول ايه يا خوفي مش فاهم مش واخد بالك انك سرحت في عائشة مثلا ايه اللي انت بتقوله ده لأ طبعا ماشي هعديها بمزاجي واليوم الدراسي خلص بين حصص والكلام والكل مع عائشة والنادر سرحان في عائشة واكتشف قد ايه هي غريبة ومش مفهومة واتفقت نوره عائشة على المعاد وكلهم يروحوا بيتها وفي بيت عائشة دادا اصحابي النهاردة جايين الساعة تمانية ماشي يا حبيبتي هعمل حاجة حلوة النهاردة اشتا انا هساعدك طبعا ماشي يا ستي اللي انت عايزاه اما اروح اذاكر شوية قبل ما ييجو وطلعت عائشة وبعدها نزلت تساعد في المطبق وتامل الحلو وعادت تستنى النور واصحابها وعنده نور طب يلا سلام يا شباب ولينا ما تخليكي قعدة اول مرة تمشي بدري كده اصلها عدي على صحابي واروح لعائشة هو انت بقيت صاحبتها قوي كده انت من امتى بقيت كده علشان قررت اتغير مش عاجبني نفسي وانا كده انا مش هستنى لما موت وانا مسلمة في البطاقة وبس ايه الكلام ده يا بنتي انت من امتى بقيت معقدة كده براحتك يا لينا اللي عايز يجي يجي واللي مش عايز براحته وكذا بنت راحت مع نور وفضل لنا وبنتين بس وعدوا على صحابهم وراحهم واخدوا قرار للتغيير في منهم رايح قفضول وتجربة حاجة جديدة يعني ووصلوا لعائشة وقالت للحارس يدخلهم ازايكو يا بنات الحمد لله هي فين عائشة اول مرة عرف ان لها توقع توقع مياه نور انا عائشة عائشة ازاي معليش انت عائشة يا نهار اه يلا يا بنات مش هنقضيها صدمات تعالوا نقعد في الجنينة ايه انت كمان هتعودي في الجنينة كده وعائشة كانت لابسة بانطلون بينك وتشيرتا بيض حملات اه عادي ما فيش حد من الحراس بيدخل غير بإذن علشاني دايما بتصدميني طب مش هتعرفيني على الجميلات تعالوا الاول نعود بصوا انا بحب أعود على الارض مش بحب الكراسي يلا عودوا على الارض وكل البنات عادوا وبدأوا يعرفوا نفسهم وعائشة بتهزر معهم وبابها جاه وحزر معهم ودخل والدادة نعيمة جابت الحلو وقالت لهم ان عائشة اللي عاملها ونور كل شوية تقول انت بتصدميني مش عارفة هتعود امتى وجاه يوم جديد عند عائشة صحيط صلت الضحى ولبست وراحت المدرسة نور انت فين وراكي على طول ايه الامر ده بجد حلو شكلك مبسطيش في المرايا نور لأ بجد اللهم بارك شكله روعة ويارا دخلة السلام عليكم وعليكم السلام اللهم بارك ايه الجمال ده طب في لاش بك كده وقبله ما يمشوا من عند عائشة نور عائشة عايزك في موضوع طب تعالي جوا عن اذنكو يا بنات فيه يا بنتي يلقتيني انا عايزة لبس الحجاب طب مستني يا ايه انا عايزة اطلع من عندك محجبة طب ايش طب هطلع اجيب طرحة انت لبسك مناسب ربنا يخليك يا عائشة انت كده بتدع لها يا هانم لو الله بدعيلك عارفة بس تعالي انت ارجي من اللي بتقوليه ماشي يخليني جاية من خلا في المعجم العربي خلا معناها يترك يعني انت بتقولي ربنا يتركك تصدق اول مرة عارف انا ما كنتش اعرف الموضوع ده غير من فترة قريبة وجات عليهم يا را عائشة انا قررت اتحجب اللهم بارك تمام يبقى تطلعوا ازبك كنتو الاتنين يلا على فوق ونرجع بك يا را البركة فيك يا عائش لأ طبعا البركة في ربنا وبعدها انتو انا كنت اداة علشان اوريكو اول الطريق يا عمران طب يلا يا عائش علشان الحسة قربت وفي الفصل نادر هي مجتش ليه يا عمه ده دوشتيني معاك وبعد النور مجتش يبقى هم برا او حاجة اهي جاتها هي من اللي معها دول مش عارف يا رامس استنى لما يقربه ونعرف هو مازن وهو مصدوم يعيني دي نور ولا بتهيق لي ونادر لا دي نور بس شوف يا اخي نور معانا بقى لها قد ايه اول مرة عرف انها جميلة او كده ورامس الوادي يعيني من الصدمة مش قدر يتكلم ونادر يا عم اللي قد تكلت لسانك ولا ايه ديارة كمان او يا ابني عائشة مش اي حد شوية وهتلاقي المدرسة كلها زيها او علينا تحس ليه يا رامس هو انا اخاف منها مثلا لا خاف على عائشة يا نادر ما تقدرش ده لو قربت منها انسفها من على وجه الارض ورامس غمز له مش قلت لك حبتها ما صدقتنيش خلاص اسكت بقى يا اختي بيه ده بتحبي يا بيه ده بقولك ايه خلت اللاتاتة ده مش عليا اه ايه دك تقيلة يا عم نادر واول ما دخلوا الفصل لينا راحت لهم نور ايه اللي انت عملت ده بقيت شكل البيئة اللي جنبك ديه وعائشة بقولك ايه انا سكتالك من ساعة ما جيت انما لحد كده وكفايا قوي روحي بقى شوفي كنت بتعمل ايه عندي الكلمة ايدة لا اقوليها ما عنديك ايش يبقى لسانك اللي بينقى تسكر ده جوة تمام يلا يا شطرة ايوا كده ديها فقدمانها قلبيها قال ده انت حرية ورامس اووووو دي طلعت قطة شرسة ونادر قال حسسن شوية وهتجبها من شعرها مش هتدخل يا نادر كنت هتدخل بس هي قامت بالوجب في الخنقة ونرجع للينا يا ايه الكلام ده بلاش تطلعي اسوأ ما عندي وسبتها عائشة ومشيت ولينا بغيز انتي يا بتاع انتي مش بكلمك وعائشة في ثانية واحدة كانت فوق لينا انا هتدخل احسن ما اتموت البيت والناس اتدخلت وعائشة مشيت علشان ما يحصلش مشاكل اكتر من كده ايه رأيكم في تصرف عائشة ولو كنتوا مكانها كنتوا عملتوا ايه وكده خلصت حلقتنا النهاردة استنى منكم دعمكم وبستنى منكم الشير واستنونا في الحلقة الجاية وقبل ما تمشوا تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة علشان احنا بنكبر بيكم وليكم دمتم سالمين شوفكم في امان الله سلام